جماعة تاكن تايتن سير في حكي كتير كتير على الانمي قامت موعد العرض ورح تتغير النهاية ومؤدين الأصوات وكتير من الأمور يلي من خلال هاي الحلقة رح نطلع ونناقشها وحدة وحدة في البداية صديقي لازم أنوه أنه رح نحكي موعد العرض المتوقع ركز لي وحط لي 100 خط عند كلمة المتوقع يعني التوقع منه ممكن أنه يصيب ومنه ممكن أنه يخيب تحريات بسيطة رح نعملها وبيطلع معنا شيء متوقع يا بتزبط يا ما بتزبط طبعا من يومين يا صديقي وتحديدا في سنغافورة مهرجان أنيمي آسيا 2022 بيطلع المخرج هاياشي بتصريح عن البارت الثالث من الموسم الأخير لتاكن تايتن وبيحكي معلومة مين ممكن نحن عن طريقة نستنتج بعض الأشياء ونوصل بالأخير لموعد عرض متوقع وكمان في نقطة لازم ناخدها بعيني الاعتبار أنه ترجمة هذا التصريح اختلفوا عليها المصادر بحثت بالعربي بالانجليزي وصل فيني الموضوع أني أبحث لمدة 30 سنة بالياباني ما فهمت شيء متطلعت عبترجم طبعا في الياباني وما فهمت شيء مترجمة ولكن شفت أنه المصادر عبتحكي بترجمتين الترجمة الأولى بتقول أنه مرحلة المعالجة الصوتية أو تسجيل الأصوات بقيلة أسبوعين وبتخلص والترجمة الثانية كانت عبتقول أنه عمليات تسجيل الصوت انتهت في غضون أسبوعين يعني خلال أسبوعين يشتغلوهم وانتهى الموضوع يعني انبيحها خلص مثلا عسابين مثال وظلوا أسبوعين عب يسجلوا فيهم فهذا التصريح سواء ترجمته كانت الترجمة الأولى أنه السبقي أسبوعين لا يخلص التسجيل أو سواء كانت الترجمة الثانية هي الصح أنه خلصت مرحلة التسجيل هنا انتهتين بيودوننا لنفس النقطة أنه موضوع قريب كتير كتير قريب بمعنى أنه لازم أعطيكم معلومات عتبر جدا مهمة واللي هي صديقي ما بعرف ليش كتير من الناس عبتقول أنه مرحلة تسجيل الأصوات في الأنمي تعتبر عملية معقدة هذا الشيء خطأ الموضوع يعتبر بسيط حلقة أنمي من الممكن تكون 20 داية ما بتاخد يوم أقل من يوم وبنتهي الموضوع فالعملية ما هي معقدة طبعا واحدة من الأشياء اللي ممكن نحن نستنتجها وكتير مهمة كلمة أسبوعين بتعني أنه أنت اليوم رح يكون في عندك الموسم الثالث أو البرت الأخير من الموسم الثالث ما بين السبع لتمن تسح حلقات ماكسيموم ما رح يكون أطول من هيك بحكم أنه هن رح يقفلوا الأنمي رح يعطونا الأنمي أو تسجيل الصوت خلال هذه الأسبوعين بيوحي على هذا الشيء اللي ما رح يكون عندنا حلقات طويلة والنقطة الثانية جدا مهمة اللي كمان رح نستنتجها من خلال هذا التصريح بترجمته الأولى وترجمته الثانية أنه نحن وصلنا فعليا لنهاية صناعة العمل يعني مثل ما بنعرف أنه مرحلة تسجيل الأصوات تعتبر من المراحل الأخيرة في الأنمي بعد ما يعملوا الأنمي ويحركوا ويعملوا ويساووا ويرسموا وإلى آخر يحطوا الأفكتات وكل هذا الكلام بيوصلوا بالأخير لمرحلة تسجيل الصوت فبالتالي هذا التسجيل بيدل على هدول النقطين دمهم مات بنرجع منعيد أولا الحلقات رح تكون قصيرة تانيا وصلنا لنهاية عمليات صناعة أو عملية صناعة هذا البارت الآن تبعا لهذا التصريح يا صديقي من روح لخبر كتير كتير انتشر هي الخبر اللي عبي يقول أنه نهاية الأنمي رح تكون مغيرة لنهاية المانغا أو بمعنى آخر الكاتب رح يغير النهاية اللي كانت موجودة في المانغا طبعا الشو هي النهاية أنا ما بعرف بحكم أني ما قرأت المانغا ولكن تعالوا نفكر بطريقة جدا منطقية هل من المنطق أنه هن في هذا الوقت تحديدا يعملوا نهاية جديدة ويلحقوا يعملوا هاي النهاية هاي نقطة تعتبر جدا 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 مهمة النقطة الثانية يا صديقي أنه طوال الثلاث مواسم والبارتين الثاني من الموسم الأخير نحن الشخصيات عبتم بناء وعبتم كتب والأحداث عبتم بناء وكتب بطريقة توصلنا لنهاية معينة بصراحة ما أتوقع ياخد مخاطرة أنه يغير في النهاية بما يتناسب بشيء مختلف عن المانغا يعني ما أتوقع يغترع شيء جديد مين ممكن أنه ينافي الأشياء اللي كان عب يعملها طوال المواسم السابقة فبالتالي تغيير النهاية بيعني مخاطرة هاي المخاطرة يلي إذا أنت كان عندك مخ غير كل الناس غير كل الكتاب مين ممكن أنك أنت تطلع بشيء يفاجئنا وهذا الشيء اللي من الممكن نحن نشوفه في Attack on Titan بحكم الكتاب الخارقة يلي نحن شايفينا ولكنه بنفس الوقت بالضل مخاطرة مخاطرة أنك أنت تغير النهاية المبنية على أحداث والمبنية على شخصيات وبنفس الوقت مخاطرة الوقت ذات نفسه يعني مثل ما قتلكم قبل شوي نروح وصلنا للمرحلة الأخيرة من العملية الإنتاجية فأتوقع فكرة أنك أنت تروح تغير النهاية هذا رح يعطيك أو رح يخليك تقعد تكتب وتفكر وتشتغل شغل مخك لطريقة أكبر أو لوقت تحتاج وقت أكبر رح تتعمل هذا الشيء فبالتالي ما أتوقع أنت كنت تطلع وتصرح أن العمليات أو عنية تسجيل الصوت انتهت أو رح تنتهي خلال أسبوعين لأنه من خلال هاي الجملة نحن استنتجنا كل هاي المعلومات فبالتالي مين ممكن يا صديقي نحن نقول أنه الموعد المتوقع لإنمي أتاكون تايتن البارت الأخير بنهاية الشهر الأول أنا هذا توقع الشخصي ممكن نجينا بـ 26، 25، 1 أتوقع يعني هذا رأيي الشخصي أنه رح يجينا البارت الأخير في هذا الوقت يعني ما بيشي شهرين بإذن الله رح نشوف البارت الأخير ونهاية هجوم العمليقة أتاكون تايتن وانطلاقا من كل هذا الكلام يا صديقي ممكن نحن نستنتج أنه تريلر القسم الأخير للبارت الأخير من أتاكون تايتن رح يكون كتير قريب كتير كتير قريب يعني نحن اليوم هات نحكي أنه بالشهر الأول رح يكون موجر عننا أتاكون تايتن فمن المتوقع أنه نحن خلال اسبوعين ثلاثة أسابيع ماكسيموم يكون في عنا تريلر أنا هذا توقعي فستعدوا وشدوا الأحزيمة وش بدكم تعملوا وعملوا لدينا تريلر بإذن الله رح يكون ناري عن القسم الأخير وأكيد فعلوا زر الجرس أول ما ينزل التريلر رح تلاقوه مناقشته عندي تحت فيه الكومنتات فورا ألو دايشو رح تلاقوه مناقشت التريلر عندي في القناة فطرون أنكم ادفعلوا زر الجرس نحكي يا صديقي عن إشاعة لا يوجد أي من الصحفية الموضوع كله عبارة عن هبد بهبد معلومة يتم تناقلة حاريا من كثير من الصفحات بالمناسبة شفت بكذا محلو أنا مستغرب أنه في ناس مصدق الموضوع أنا مستغرب من الصفحات اللي تعتبر فانز لأتاكوان تايتن عالت تنشر هيك إشاعة يعني ما بدأ لكم أنه هي واضح أنه هي إشاعة ولكن الموضوع أساسا مؤكد من أتاكوان تايتن ذات نفسه من نهاية الحل الأخيرة من البارت الثاني طلعوا وقالوا إلى اللقاء في البارت الثالث الشركة طلعت شركة المنتجة أتاكوان تايتن الدنيا كلها طلعت وقالت ما هيكون فيه عنها ببارت ثالث ما هيكون فيه عنها في المكمن الأحداث فإشاعة وجود فيلم مكمل للأحداث ليست عبارة إلا عن إشاعة إشاعة فقط لا غير ما فيه أي شيء من الصحة الموضوع معلن عنده من البداية البوستر اللي طلع من قبل أسبوعين تقريبا وحتى الأخبار والتصريحات اللي عم تطلع كل شيء من البداية أساسا مثل ما قلت لكم يدلون أنه رح يكون في عنا بارت مؤلف من حلقات فالناس اللي عم تطلع عم تقول أنه رح يكون لا فيلم مكمل الأحداث موضوع عبارة عن هبد بهبد ما في عنا فيلم مكمل الأحداث رح يكون فقط عنا بارت ثالث وانتهى الموضوع فقط لا غير قبل ما نقفل هذا الفيديو بدي أعطيكم تصريح تاني للمخرج فعليا هاياشي من نفس المهرجان طلع حمسة جماهير وأنا بالنسبة إلي جدا تحمسة طلع وقال أني أنا حطيت كل أوتي قلبا وروحا في البارت الثالث للإنمي جماعة يعني أنا بسعب بستنى بفرغ الصبر أنا أعشق شيء اسمه أتاكن تايتن فبالتالي حماسي لفل مليون لفل مليار لفل شفي فوق المليار ألو ما أعرف حماسي مو طبيعي أبدا فبالتالي برجع بعيد ومذكر إذا عجبك هذا الفيديو لازم موضوعوني جدا أنك تحط لايك عليه لأنتشهر الأكبر قدر من الناس تفعل زر الجرس برجع بعيد أول ما ينزل تريلر أول ما ينزل أي شيء العلاقة في أتاكن تايتن رح يكون موضوعنا في القناة وأكيد بعد كل هذا الكلام يعني ما بعيد شلون أنت ممكن أشان تسكن هاد المقطع مدومة تشترك عندي تحت في القناة شترك في القناة ومشوفكم أكيد في الفيديوهات القادمة سلام عليكم